مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم بحلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعية عبر الكتاب هنكمل مع بعض دراستنا اللي احنا بدأناها من أكتر من إسبوع عن موضوع كيف وصل إلينا الكتاب المقادس وبدأنا نتكلم عن تاريخ الكتابة في القديم وكيف كان الكتاب ينشر وكيف كان ينسخ وعندنا كلمنا عن أهم المخطوطات أو البرديات اليونانية للعهد الجديد وقلنا إنه الكتاب المقدس بيمتاز بحكتين بيمتاز من حيث المخطوطات يعني بيمتاز بأول حاجة بالكم الهائل من المخطوطات عندنا كم هائل من المخطوطات بعضها قصصات صغيرة زي ما وردت لكم الأسبوع اللي فات مثلا المخطوطة P52 أو البردية 52 لكن كمان عندنا البردية 66 اللي بتشمل على يعني رسائل بوليس أو البردية 46 اللي بتشمل على الأناجيل إلى آخره لكن مجمل عندنا الكتاب المقدس كله كويس في هذه المخطوطات عندنا أكتر من 5700 مخطوطة يونانية وعندنا أكتر من 10 000 نص لاتيني وعندنا أكتر أيضا من 9300 نص بالترجمات القديمة اللي الترجم بيها الكتاب المقدس زي الترجمة القبطية والترجمة السريانية إلى آخره عندنا هذه الترجمات فلا يوجد كتاب على وجه الأرض له هذا الكم الهائل سواء من مخطوطات صغيرة أو مخطوطات كبيرة كما للكتاب المقدس الحاجة الثانية اللي بيمتاز بها الكتاب المقدس أن الفترة الزمنية ما بين المخطوطة الموجودة والحدث أو الوقت اللي كتبت فيه المخطوطة الأصلية وقت صغير جدا الأسبوع قبل الفاتك كلمت عن جزء من مخطوطات القرآن وأريد جزء عن أنه زي مخطوطات كثيرة ونصوص كثيرة من القرآن فقدت كويس وطبعا قصة الدابة لأكلت آية من الآيات وإلى آخره ولا يقول أحد أنه يعني أخذ القرآن كله القرآن كله لم يؤخذ وطبعا قريتي الجزء ده من الكتاب بتاع مخطوطات القرآن للباحث الدكتور محمد المسيح لكن لقيت فيه رد من ردود أو فيه تيكست اتبعت لي من أحد الإخوة المسلمين على الواتساب وأنا حابب أقرأ لحضراتكم هذا النص في رده بيقول السلام ما قلت عن نقص القرآن إلا أنا قلته يعني عن نقص القرآن هذا لا يهمنا في شيء مش يفرق معنا كتير بما أن هناك آية إن نحن أنزل القرآن أو الزكر وإن له لا حافظون هذه كافية فلو هناك نقصان ده اعتراف فلو هناك نقصان فقد رديه الله وأراده لنا خلاص انت بتكلم عليه لو عندنا نقصان يبقى ربنا هو اللي عايز هذا النقصان لكن ما ندورش على اللضاع من القرآن كويس وبعدين حاجة تانية بيقول هالي بيقول لي لأن أنا قلت في نفس الفيديو إنه يعني تعليقا على إنه إحنا عندنا اليقين وعندنا اليقين الكامل كويس على محمد شهين فقلت له إذا كان رسول الإسلام أساسا ما يعرفش إذا كان هيدخل الجنة ولا لا وجبت الفيديو الشهير وأعرضته إنه لا يعلم ماذا يفعل به الله فهو بيقول في الرسالة أما الرسول لا يعلم إذا كان هيدخل الجنة أم لا الله يفعل ما يشاء وهكذا الإله دي حاجة بتاعت ربنا فأنا بشكرك إن أنت بتعترف بوجود الحقيقتين دول حقيقة إنه في حاجة تضاعت الحقيقة التانية اللي بتأكدها إنه حتى رسول الإسلام لا يعرف إذا كان هيروح الجنة فبالتالي الإسلام لا يعرف شيء اسمه اليقين لا يوجد يقين في الإسلام كلها أمور تمني يتمنى المسلم أن تحدث كويس لكن لا يوجد يقين أما المسيحية فتوجد يوجد فيها يقين ليه لأن المسيح صنع كل ما نحتاجه من أجلنا ومن أجل خلاصنا وعطانا هذا اليقين كويس فعش كده نهاردة أنا هكمل أنا نهاردة هكمل في موضوع الدراسة بتاعتنا اللي إحنا بدأناها وأكلم نهاردة شوية عن المخطوطات الكاملة للكتاب المقدس لكن قبل ما أتكلم عن المخطوطات الكاملة للكتاب المقدس كلمت عن حقيقة حقيقة كلنا لازم نعرفها ونعترب بيها إنه ما فيش مخطوطات أصلية موجودة يعني عايزة أقول ليه المخطوطة اللي كتابها متى بخط إيده مش موجودة قد تكون موجودة وسيحنا مش عارفينها كويس المخطوطة اللي كتابها بوليس بخط إيده مش موجود وهذا لا يقلل من الإيمان المسيحي هذا لا يقلل يعني لما المرأة الفاتية تكلمت عن موجود نص من إنجيل يحنى بيعود إلى بداية القرن الثاني يعني سنة مية ميلادية ويحنى كتب إنجيله ما بين 80 إلى 85 ميلادية فبالتالي القصاصة دي هي نسخة من إنجيل يحنى وقد تكون جزء من إنجيل يحنى ونحن ما نعرفش قد يكون تخمين العلماء بالنسبة للزمن بتاعها مصح كويس لكن على الأقل أنا عندي نص النهاردة لأ وجيت إلى إنجيل يحنى بلاقي هذا النص متفق مع ما عندي من إنجيل يحنى كويس فضياع المخطوطات الأصلية لا يعني ضياع النص الأصلي وده لازم نعرفه ليه لأنه لو أنا عندي نسخ من النص الأصلي يبقى حتى لو ضاعت المخطوطة الأصلية يبقى أنك عندي النص الأصلي عندي النص الأصلي موجود محتفظين بيه لأنه وجد فيه مخطوطات كثيرة وعديدة وتم نسخه في ثلاث قرات وتم توزيعه على ثلاث قرات من البداية أما بقى الدكتور منقز وأنا هرد بكفاية على الدكتور منقز الحلقات اللي جاية لكن هو الدكتور منقز بيقول لنا الحقيقة دي والحقيقة دي ليست غائبة عننا لكن نشوف الدكتور منقز بقلنا فترة يعني تركينه خلينا نرجع للدكتور منقز السقار ونشوف بيقول لنا أي المقصود في النص الأصلي لأول وهلا أيوة هو ما كتبه الإنجيريون بأيديهم ما كتبه متة ومرقص ولوقة ويوحنى وبطرس ويعقوب ويهوذة وما كتبه بولوس هذا يسميه العلماء النص الأصلي لكن هذا النص منعدم ولا سبيل للوصول إليه أوكي وأنا هنا بتحداك من على هذا المنبر وبقول لك أنت أيضا لا يوجد عندك النص الأصلي أنت عندك النسخة اللي كتبها عثمان فلا يوجد عندك النص الأصلي ولو تقول لي أنه لأ كان محفوظ في الصدور وأنهما كانوا حافظين أقول لك أمال إيه سر الخلافات اللي كانت موجودة اللي جعلت عثمان نفسه يجمع النسخ المختلف عليها وينتج نسخة متفق عليها أنت ما عندكش النص الأصلي فين النص اللي كان موجود قبل عثمان مش موجود فين المخطوطات اللي كانت موجودة الأصلية للكرآن اللي كتبها أول ناس مش موجودة كلها تحرقت ده أنت عندك مصيبة أخرى ده أنت عندك القرآن أساسا مفهوش النص الأصلي وكمان الأحاديث أو كتاب البخاري مفهوش النص الأصلي أنت لا تمتلك النسخة الأصلية اللي كتبها البخاري يعني القرآن والحديث يعني المصدرين الأساسيين للتشريع في الإسلام غير موجودين بعدين جاية تقول لي المخطوطات الأصلية للكتابة معدس ضعت يا عمي روح الأول دور على عليها يمكن تلاقيها وبعدين تعال أكلمني إذا لقيت المخطوطات الأصلية قبل عثمان تعال انتقدي كتاب معدس وإذا لقيت النسخة الأصلية اللي كتبها البخاري تعالوا انتقدي كتاب معدس لكن مش أني أنت تتغاضى عن الخشبة اللي في عينك وتيجي تبص إلى اللي في عين غيرك يعني واره هتكلم عن موضوع مهم جدا الحلقات اللي جاية وهو اختلاف الاختلاف ما بين المخطوطات ده دي تهمة من التهمة اللي بيتتاهم بك آه عندكم مخطوطات كتير لكن الاختلافات الرهيبة ما بين هذه المخطوطات وأنا هتكلم عنها في أكتر من حلقة أنا لما بدأت السلسلة دي من أربع سبيع قلت احتمال ناخد أربع أو خمس حلقات لكن شكلها أن احنا هنطول شوية وأنا عارف أنه الموضوع بالنسبة لحضراتكم موضوع مهم وبالنسبة لإيمان المسيح أيضا موضوع مهم نهار دا تكلم شوية عن المخطوطات الكاملة آه في مخطوطات زي المرة اللي فاتت تكلمنا عن المخطوطة اللي بتشمل كل رسائل بوليس المخطوطة اللي بتشمل الأنجيل الأربعة كلمنا عن قصائص من المخطوطات إلى آخره لكن هل يوجد الكتاب المؤدس في مخطوطات كاملة وزي ما قلت قبل كده أنه الكتاب المؤدس مر بثلاث مراحل عن العهد الجديد يمكن شوية بس الكتاب المؤدس أو العهد الجديد مر بثلاث مراحل كويس المرحلة الأولى هي كتابة كل سفر عن حضر فكل سفر من الأصفار اتكتب عن حضر بوليس كتب رسائله كل رسالة منفصل عن التانية الأنجيل اتكتبت كل واحد كتب الإنجيل منفصل عن الآخرين كويس حتى لواء كتب على مرحلتين مرحلة الأولانية كتب فيها الإنجيل والمرحلة التانية كتب فيها سفر أعمال للرسل فكل سفر اتكتب على حضر ودي الفترة الأولى اللي اتكتب فيها العهد الجديد واللي هي من سنة 49 ميلادية وحتى سنة 100 ميلادية كويس يعني حوالي خمسين سنة كان عندنا العهد الجديد كله اتكتب بعد الخمسين سنة دي جات مرحلة أخرى في تاريخ الكنيسة وهي مرحلة تجميع أجزاء مع بعض يعني كنيسة في القرن الثاني بدأت القرن الثاني وجدت أن الأنجيل بتجتمل على حياة المسيح وتعليم المسيح وتحكي لنا معجزات المسيح وقصة صلبه وموته وقيمته وصعوده فحطت الأنجيل الأربعة مع بعض جمعتهم في مجلد واحد كويس وحطتهم مع بعض ده اللي عملته كنيسة عشكي لنا تترى إيوانجليون اللي هي الأنجيل الأربعة مجتمع معه وممكن نجد مخطوطات بتشمل على الأنجيل الأربعة مجتمع معه وبعد كده في نفس الوقت جمعوا رسائل بوليس الرسول مع بعض الرسالة اللي بعتها بوليس الرسول لقوا في رسالة مبعوطة الرمية رسالة مبعوطة الأفاسوس والكنيسة الأخرى كانت تعلم بهذا ويمكن عملت نسخة منها لكن بدأت هذه أيضا تجميعة أخرى هي تجميعة رسائل بوليس الرسول مع بعض وتجميع أخرى الرسائل العامة الرسالة اللي رسلت إلى الكنيسة بوجهها يعني مثلا رسالة تعقوب ما رسلتش إلى كنيسة معينة رسلت إلى الكنيسة إلى الشتات بوجهها رسالة بطرس الأولى وبطرس الثانية رسالة يهوزة رسالة العبرانيين دي بنسميها رسائل عامة بنسموها يعني رسائل موجهة إلى الكنيسة العامة وسفر الرؤية ده اعتبر اخر سفر كويس فعندنا هذه التجمعات اللي تمت لكن وده تم كله في القرن التاني القرن التاني كان هو القرن اللي جمعت فيه مجموعات من العهد الجديد وممكن فيه احدى الكنيس او احدى المراكز احدى المراكز المسيحية زي اسكندرية او كوستنطينية يمكن كان فيه التجميع الكتاب ما عنده سكله بس احنا ما نعرفش يمكن كان عندهم المجلد دون للاناجيل والمجلد درسائي البوليس والمجلد ده كده بس ما عندناش ما عندناش مجمعين مع بعض في كتاب واحد امتا جمعوا في كتاب واحد ما عندنا في كتاب واحد هو المخطوطات الكاملة للعهد القديم والعهد الجديد ودي كلها بتعود الى سنة تلتمية وخمسين ميلادية كويس كده اتكلم عنها ودي لا تقل اهمية لانها تعتبر مخطوطات مهمة جدا ومنسوخة من مخطوطات قديمة يعني منسوخة من مخطوطات قديمة اقدم منها ما تقلفتش ما فيش حد في سنة تلتمية وخمسين قاعد يقلف الانجيل والكلام الفاضي اللي بتقال واللي ملهوش اي اساس انه مجمع نقية هو الذي قرر قانونية العهد الجديد او لان هذا الكلام كلام غير حقيقي وغير صادق لو اتحدى اي شخص يقدم هذا الادعاء انه يقدم معاه برهان واحد لانه مجمع نقية لم يناقش من بعيد او قريب موضوع قانونية العهد الجديد مجمع نقية ناقش لهوت المسيح بس انما يجي واحد من غير الفاهمين وغير العارفين والمدلسين كويس ويقول لك اصله مجمع نقية هو الذي قرر قانونية الاسفار هذا الشخص اقل ما يوصب به انه كاذب لا يقول حقيقة مخطوطات الكاملة للكتاب المعدس هبدأ بالمخطوطة السينائية مخطوطة السينائية لانها قصة اكتشافها قصة جميلة جدا لكن المخطوطة السينائية زي ما محتوط قدام حضراتكم المخطوط ورايا الفاتيكانية يعني لو المخرج جابني كده كبير شوية الصورة الوراية اه دي الفاتيكانية خلوا بالكو انه كل صفحة من الفاتيكانية كل صفحة مكونة من 3 عمدان كويس 3 عمدان من الكتابة والصفحة المقابلها 3 عمدان ايضا من الكتابة لو رحنا الى المخطوطة السينائية اللي في الpowerpoint كويس مخطوطة السينائية تختلف شوية المخطوطة السينائية كانت 4 عمدان في كل صفحة 4 عمدان لكل صفحة لو رحنا الاسكندرانية هنشوفها فيما بعد انها بتجتمل على عمدان فقط في كل صفحة لكن السينائية كانت 4 عمدان في كل صفحة وهي تأخذ اللي بيدرس فينا نقد النص او textual criticism يعرف انه بتاخد حرف الالف كويس الالف العبري زي الالف العبري فهي بتاخد حرف الالف هي واخد هذا الحرف فلو انت بتدرس نص وشفت انه يقولك النص ده موجود في اليف اعرف انه يقولك موجود في السينائية كويس والسينائية تعتبر من اهم المخطوطات اليونانية للعهد الجديد مع المخطوطة الفاتيكانية طبعا وضيف اليها ايضا المخطوطة الاسكندرانية ويس لكن يعتبر السينائية والفاتيكانية يمكن اكتر اتنين لهم ثقل كبير لانه الاتنين بيعودوا الى نفس الفترة والى نفس الزمن والاتنين ايضا يعني شملين العهد القديم والعهد الجديد لكن انا يهميني شوي العهد الجديد لانه ده المخطوطات اليونانية مخطوطة في شكل كودكس وزي ما قلت كودكس ده شكل كتاب زمان قبل ما يبقى فيه الكودكس كان فيه الدرج والدرج كان يجيب يجيب صفحة زي كده ويحط جنبها صفحة تانية ويحط جنبها صفحة تانية وبعدين يلفوا يلفوا كده ده بيبقى درج ده بنسميه درج كويس ودي ده درج كان هو الطريقة اليهودية لو النهاردة حتى لو دخلت على الانترنت وكتبت التوراة العبرية كل المجامع اليهودية كل المجامع الى يومنا هذا في القرن الواحد وعشرين سنة الفين تلاتة وعشرين في كل مجمع يهودي لازم توجد الاسفار موسى الخامسة بالشكل ده اوكي بالشكل ده توجد اسفار موسى الخامسة كويس ويفتحها يفتحها كده ويقرأ منها بهذا الشكل كويس لكن الكودكس ده اختراع جديد يعني بدأ وجوده مع وجود المسيحية في القرن التاني الميلادي طيب انا هاخد مدخلة الاخت فريال اهلين اخت فريال مرحب بيك بقالنا فترة انا اخلك ليش لانه المواضيع الرب يباركك البديت بيا ما عندي كلام عنه ما عنه يعني شي عن جد يعني الرب يباركك انت قدها وانا اسمعك والرب يحفظ شكرا لك ودائما يتمجز بخدمتك بس انا حابة اقول لهذا الشخص الاخ المسلم اللي كتب اعتقد على الفيسبوك ايو جاوبك او هذا اللي قال انه النبي يعني رسول الاسلام لو يموت يعني من مات ما يعرف وين يلو ايو فالحقيقة يا اخ اشرف انا اقدر اقدر صراحته واقدر يعني فألا قال الحقيقة لانه كثير من الاخوة المسلمين يذكرون هذا ويراغون و يعني ما يحكون الحق لكن اقدر اللي قال لكن انا احبت اسأله يا ريت يسمعني وبقية اذا اخوة المسلمين يسمعوني يا اخي الفاضل كيف تتبع نبي ميت والامر من هذا والمصيبة الكبرى لا يعلم اين سيذهب بعد موته وانتم تقولون هو نبي من عند الله وهو اشرف خلق اشرف اللي الله خلقه فيا اخي الفاضل الله خليك فكر بابديتك انت لا تتبع انسان مجهول ما يعرف وين راح يروح وانسان ونبي مات فانت فكر بخلاصك وبابديتك امين فكر انه في شخص اللي هو الرب يسوع المسيح يعطيك الخلاص ويضمن لك الحياة الابدية لانه المسيح له كل المش قال بفمه الطهر انا هو الطريق والحق والحياة لا 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 احد يأتي الى الاب الا بي وقال ايضا له كل المش انا هو القيام والحياة من امن بي وان مات فسيحي اني انا حيون فانتم ستحيون طبعا احنا قدنا اليقين طبعا قدنا اليقين زي الاخ المبارك الدكتور اشرف وانا وكل المؤمنين الحقيقين قدنا يقين قدنا ضمان الابدية ونعرف وين راح نروح بعد الموت وما احد راح يأبد بهذه الحياة كلنا راح وفعلا واصلين المحطة الاخيرة لانه في العالم انه مجيء الرب يسوع اصبح قريب واحنا فرحانين فرحانين بمجيءه ياخذ الكنيسة معانه المؤمنين الحقيقيين لكن الويل والمصيبة اللي باقي عليكم اخي الفاضل فكر الله خليه انت والاخوة المسلمين لا تتبعون رسول ما يعرف وين راح يعني اذا ما يعرف معناته هو في جهنم تلحقوا الجهنم انت لا الحق الحق الرب يسوع المسيح اتبعه يعطيك الحياة الابدية والرب يفتح ايومكم ويرحمكم ونسلي من اجلك شكرا لك شكرا لك ربنا يبارك الله يخليك في مرة اتحط البابا شنودة غالبا في موقف كان صعب قوي انه كان راح يعزي في شخص كبير يعني مسلم وبعدين اتحط في سؤال رايح الجنة ولا رايح النار فاللوم هو رايح عند حبيب رايح عند حبيب فريح عند حبيب فين حبيب ده بقى كل واحد عارف حبيبه فين بيس احنا عارفين حبيبنا فين خالق السماء والارد الاله الذي قال فكان وامر فصار الذي قال انا اذهب لعد لكم مكان وان اعددت لكم مكان اتي واخذكم حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا فنشكر ربنا لأجل اليقين المسيحي على عمل يسوع المسيح طيب مخطوطة زي ما قلت بتيجي في شكل كودكس والكودكس عبارة عن ورق فوق بعضه ورق فوق بعضه لكن في نفس الوقت الكودكس أي واحد فينا النهاردة الكودكس يعتبر هو النموذج الأول لكتاب اللي على أساسه العالم الكتب العالم الكتب النهاردة صمم الكتاب اللي إحنا أي كتاب إحنا بنقرأه الكتاب بيبقى مكون من جوة من ملازم صح يعني لو شلته الغلاف اللي بره هتلاقوا كتاب مكون من ملازم والملازم دي متخياطة مع بعض مخطوطة على شكل كودكس أي كتاب أوراقه من الجلد وحجم الصفحة أوراقه من الجلد يعني لو جينا للصفحة اللي ورايا هنشوفها أكتر حجم الصفحة ما بين 60 إلى 70 يعني الارتفاع بتاعها حوالي 40 والعرض بتاعها حوالي 70 سنتي كويس ودي معمولة من الجلد معمولة من الجلد بعض الدارسين قالوا علشان نعمل المخطوطة السينائية النهاردة محتاجين أكتر من 365 زبيح محتاجين أكتر من 365 خروف نتباحهم وناخد جلدهم ونعمل بيه المخطوط عشان تبقى لوكو قد ايه هي حجمها كبير ويس فده ده ده شكل المخطوط تحتوي على العهد القديم وعلى كل العهد الجديد وبالترتيب التالي تحتوي على الأنجيل الأربعة ويس وبعدين تيجي رسائل البوليس يعني حطين الأعمال متأخر تيجي رسائل البوليس بما فيها العبرانين وبعدين أعمال الرسل وبعدين الرسائل العامة وبعدين صفر الرؤية كويس ده الترتيب كما نعطى تضمن أيضا رسالة برنابة وهرماس الرعي هرماس مخطوطة صينائية مكتوبة بالحروف الكبيرة كل مخطوطة من المخطوطات الكبيرة مكتوبة هي تطلق عليها الكبيرة أنشيل كويس بمعنى أنها الحروف الكابتل الكبيرة مش الحروف الصغيرة فهي مكتوبة بالحروف الكبيرة الكابتل كويس وبدون فواصل بين الكلمات يعني لو جينا هنا هنقدر يعني أتمنى نقدر نشوف أنه 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 إزاي أنه إزاي ما فيش فواصل بين الكلمات scripto continua ده بيطلق عليك scripto continua ببعنى الحروف المتلسقة مع بعض المتابعة لبعض وإنت كقارئ عليك أن أنت تعرف فين الكلمة تنتهي وفين الكلمة هتوقف ده طريقة الكتابة كويس بدون فواصل بين الكلمات بتتكون المخطوطة الصينائية من 97 ملزمة يعني هي كبيرة كده فلكن بتكون من 97 ملزمة كل ملزمة مكونة من أربع بيسموها leaves أربع leaves أو أربع كتع من الجلود ولما الأربع ورقات دول أو الأربع كتع من الجلود بيتطبقوا بيبقى أنا عندي تمنس ورقات لو أنا تبقت الأربعة كويس بيبقى أربعة نحية دي وأربعة نحية دي فأنا عندي دلوقتي ثمانية لكن في الحقيقة أنا بيقى عندي 16 صفحة يعني الأربعة بيو 16 فدي بتبقى ملزمة وتتخيط وبعدين يجيب ملزمة تانية وخيطها وبعدين في الآخر يحط دول كلهم مع بعض كويس وكل سطر أو كل عمود سوري كل عمود مكون من 48 سطر ده في المخطوطة السينائية كل عمود مكون من 48 سطر المخطوطة السينائية لو عدينا رقم الحروف بتاعتها بتعدي المليون حرف المليون حرف أنا معرفش كام سنة ممكن تستغرقها إن الواحد يعد يكتب الكتاب المؤدس كله بهذا الشكل بعهديه القديم والجديد كم من المجهود وكم من التركيز وكم من الإرهاق الجسدي ومعندكش أي وسائل حديثة أي وسائل حديثة مش موجودة تخيل إن أنت ممكن تعد مربع على رجليك من أول الفجر حتى غروب الشمس وإنت بتكتب وإنت خايف تغلط بس هتغلط لأنه هناك العامل البشري ده طبيعي في النسخ هتغلط يمكن هتكتب حرف بس يشبه حرف آخر يمكن السطر اللي فوق نهايته نفس نهاية السطر اللي إنت مفروض تكتبه فأنت توقعت إن إنت قريدي كتبته لأنه النهايتين جعلوا عينك مش مركزة هتغلط الخطأ في النسخ وارد وأنا أتحدى أي واحد من حضراتكم ونفسي نفس إنه قاعد أكتب إنجيل يحنى وبعدين أراجعه وأشوف كم من الأخطاء أنا ارتكبتها وأنا بنزخ ده عمل مرهق بياخد سنين ممكن يشترك فيه أكتر من واحد كل واحد ياخد جز يشتغل فيه في الآخر نجمعه كويس ويكون فيه ادتر أو مراجع أو مجموعة من المراجعين أنا نهارده لو كتبت مئة صفحة على ال على ال انترنت أو أسرع على الورد كويس ماكروسوفت وورد وبعدين أراجعهم أنا على طول أي حرف أنا فيه غلط بعمل إيه بعمل دليت وبحط الحرف الجديد طب هنا أعمل إيه ما ينفعش إن أنا أرمل مخطوطة ما ينفعش دي فلوس ومجهود وسنين وتعب في بعض الأوقات لما بتكون الأخطاء كتيرة بيرميها لكن ممكن يعمل تصليح ممكن بعد لما تخلص يجي واحد مراجع ويكتب هذا التصليح يأم يكتبه على جنب كويس إنه الكلمة دي الحرفي كذا كذا وكذا أو لو نسي كلمة تحط على جنب أو لو نسي آية تحط على جنب ده أنت لا عندك فصلة ولا كومة ولا فلوس طاب ولا آية أرقام الآيات ولا آية حاجة أنت بتنسخ شوفوا أربع تلاف حرف في مخطوطة سوري المخطوطة الصينية فيها مليون حرف سوري لا مش مليون أربع مليون حرف أربع مليون حرف أربع مليون حرف كم المجهود وكم التعب اللي تحط فيها طيب تاريخ اكتشاف المخطوطة الصينية بما أنها اسمها الصينية يبقى حضراتكم تفهموا أنها اكتشفت فين اكتشفت في صينة عشان اسمها إيه اسمها الصينية كويس وتاريخ اكتشافها بيرجع إلى سنة الف تمنمية خمسة واربعين الف تمنمية خمسة واربعين يعني بقى لنا أكتر من تقريبا مية وسبعين سنة على اكتشافها كان في عالم ألماني مهتم جدا بالمخطوطات اسمه تشندروف كويس والعالم ده كانت الحكومة الروسية بتعدده بتعدده في بحثه عن المخطوطات بتعدده في بحثه عن النص اليوناني للعهد الجديد فقام بزيارات لمصر وقام بزيارة منهم إلى دير سانت كاترين اللي راح فينا دير سانت كاترين يعرف أنا بتكلم عن إيه هو موجود فيه عندي جبل سينة دير كبير بقاله أكتر من عمره يعني يمكن أكتر من 1400 سنة 1300 سنة موجود هذا الدير قديم جدا جدا الدير ده مليان من المخطوطات مليان مخطوطات أثناء بحث تشندروف في الدير اكتشف 149 ورقة 149 ورقة من المخطوطة مخطوطين في سلة فبص فيهم أدرك أنهم مكتوبين باليوناني رجعهم اعتقد في البداية أو لما بص عليهم اعتقد في البداية أنا ممكن يكونوا من الترجمة السبعانية اللي هي ترجمة العهد الأديم إلى النص اليوناني كويس لكنه لما قعد يقرأ فيهم أكتر قالك الأوراق دي مهمة جدا فطلب أن ياخد 43 صفحة من الأوراق دي ياخدها معاه وعلشان يقضي وقت أطول في دراستها وبعدين يرجعها للدير خدها طبعا تشندروف معاه وبعد سنة من الدراسة فيها نشر ترجمته لهذه الأوراق اللي هي 43 صفحة وعمل الأبحاث البحث بتاعه ونشره في كتاب بعد ثمن سنوات قرر ينزل مصري تاني برغبة طبعا اكتشاف أمور أخرى وراح إلى دير سانت كاترين وهو هناك في زيارته التانية ما عملش حاجة لكن في الزيارته التالتة في الزيارته التالتة والزيارة دي كانت بقى بتعديد من الإسكندر التاني اللي هو قيصر روسيا في ذلك الوقت فقام بالزيارة دي بتحت إشراف وتعديد الإمبراطور أو القيصر الروسي وجئ إلى مصر وقدمت لي بعض الأوراق في الدير ومنها كانت المخطوطة السينائية يعني هو أخدهم كان جزء من المخطوطة السينائية لكن قدم لي أوراق أخرى كثيرة اللي هي تجتمل على المخطوطة السينائية في البداية أول ما شافها قال لهم أنا أشتريها قالوا لا إحنا مش بنبيع قال لهم طبعا أنا ممكن أخدها وأستعيرها وارجعها هم عندهم خبرة سابقة دخلت 43 صفحة وما رجعهمش كويس فقالوا له لا مش هتاخد ولا ورقة لو عايز تدرسها ادرسها هنا لكن مش هنديلك ولا ورقة منها راح نزل مصر نزل القاهرة كويس وفي القاهرة راح للمقر الأساسي بتاع اللي مسؤول عن دير سانت كاترين هم يعتبروا جريك أورتدوكس كويس فراح عن دي المركز الأساسي غالبا في السككين المركز الأساسي بتاع اللي بيشرف على دير سانت كاترين كويس وقال لهم أنا جاي وبإشراف من القيصر وإلى آخره وكان في هناك مخطوطة عايز أدرسها فقالوا له اللي احنا نقدر نعمله ونحن نجيبها من سينة للقاهرة وتقعد في القاهرة تدرسها ده كان إيه ده كان الاتفاق لكنه بعد شوية غالبا أقنعهم أو حاول إنه يقنعهم إنه يعني الدهول الدهالي وأنا هقوم بدراستها وبما إني جاي تحت إشراف القيصر فالقيصر حابب إنه يعدد الدير ويهتم بمصاريفه ويرسل بعض الهدايا والأموال الخاصة للدير فكان فيه اتفاق معين على أساس هذا الاتفاق على أساس هذا الاتفاق خد تشندروف خد المخطوطة ورح بيها إلى إلى روسيا كويس ومن وقتها ما رجعتش في سنة 62 وبمناسبة العيد الألف لتأسيس الإمبراطورية الروسية تم نشر الأبحاث الخاصة بالمخطوطة وكمان ب تبعيتها كويس على حساب القيصر نفسه قيصر روسيا و وصلت المخطوطة لحوزة القيصر وما طلعيتش من هناك ويس وهنا اختلفت الروايات الدير بيقول حاجة و تشندروف بيقول حاجة أخرى الدير بيقول المخطوطة تسرعت المخطوطة أعطناها لي على وعد أن يرجعها لكنه أخذ المخطوطة وما رجعهاش كويس تشندروف بيقول لا بيقول المخطوطة آه أنا خدتها بس على أساس وعد بالتعديد المادي من القيصر للدير والقيصر خاف على المخطوطة أنه لو نزلت الدير ممكن تضيع ممكن الإهمال إلى آخره فأراد أن يحتفظ بالمخطوطة في مكتبة بيتسبرج في روسيا وفعلا أعدت في روسيا لحد سنة 31 يعني من سنة 68 1862 لحد سنة 1931 و30 أنت بتكلم أقل مستعالة 60 سنة أعدتهم في روسيا في سنة 1931 كان في شخصين إنجليز واحد منهم متخصص في شراء الكتب القديمة والمهمة كويس وفي نفس الوقت هو عالم يعني أنتوا عارفين أمناء المكاتب زمان كانوا بيبقوا علماء مش أي واحد يبقى أمين مكتبة يعني النهاردة لو روحت إلى المكتبة الإنجليزية أو البريطانية أمين المكتبة ده يعتبر قمة العلماء ويس وهناك أمناء مكاتب لأقسام مختلفة للتاريخ للساينس دول كلهم بيبقوا علماء ما بيبقواش مجرد واحد بيشتغل في مكتبة وعارف تصنيف الكتب تحط فين لا 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 ده واحد عارف محتويات الكتب وبيعرف تمنها وبيعرف اللغات اللي مكتوبة بيها وخبير في هذا المجال فسافر أرنيست ميجز مع صديقه موريس موريس ده كان هو التاجر بتاع الكتب سافروا إلى روسيا وهناك اتفرجوا على المخطوطة السينائية بهرتهم بهرتهم شافوها في المكتبة بهرتهم وهم ماشيين فموريس ده قال للضيف الروسي اللي كان بيفراجوا على المخطوطة لو فكرتم في يوم من الأيام تبعوها قولي كميس لو فكرتم في يوم من الأيام تبعوها قولي طبعا لأنه إنجليزي والإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس طبعا معروف الغنى الإنجليزي إلى آخر هذه الأمر بعدها بأقل من كام شهر لقي في كارت مبعوط لميجز بيقول له لو عايزين تشير المخطوطة مساعدين نبيعها لكم بـ 200 ألف سترليني يبقى المكتبة الروسية عايزة تبيع المخطوطة بس تبيعها بـ 200 ألف سترليني الأرقام دي على فكرة لما نرجع لها الزمن أرقام دي النهاردة بلايين يعني مليارات من ما توزيه اليوم يعني كويس فلكن التاجر طبعا التاجر ما يقدرش يقبل السعر اللي تحط التاجر مشهور بيه انه يعني يفاصل فعشان لما يجيه فاصل ما حطش حتى النص لما يجيه فاصل حط أقل من 30% من تعمل المخطوط قال له أنا مساعد أدفع فيها 40% يعني أقل من 25% أدفع 40 ألف بس وفضلت المناوشات والفصال ما بين الطرفين حتى انهم اتفقوا على انه 100 ألف سرليني هيكون تاهم المخطوطة وقتها المخطوطة اتباعت للمتحف البريطاني كويس او اتباعت لانجلترا ب100 ألف سرليني 100 ألف سرليني وقتها كانت أغلى كتاب في تاريخ البشرية اتباعة أغلى كتاب في تاريخ البشرية اتباعة كان المخطوطة الصينقية النهاردة النهاردة المخطوطة موجودة في المتحف البريطاني أغلبها يعني أنا أتكلم أنها موجودة في أربع أماكن لكن أغلبها موجود في المتحف البريطاني النهاردة علشان تحصل على نسخة لو نسخة من المتحف البريطاني متصورة كويس انت بتكلم على 25 30 ممكن تعلى اكتر من كده الف سترليني نسخة متصورة كويس لو انت هتشتري كتاب خش على امازون وكتب المخطوطة الصينائية هتجد اسعار المخطوطة الصينائية كتصوير انا بكلم على تصوير المخطوطة الصينائية بيبدأ ب 1500 دولار الكتاب يعني انت لو بالمصري بتكلم على 60 الف جنيه مصري عشان تحصل على طبعا انا ما عنديش انا عندي نسخة بتاعة المكتبة لما بروح الجامعة في الريفرانس روم هناك هناك الموجودة في كل المكتبات موجودة النسخة المخطوطة الصينائية طيب ملاحظات على المخطوطة الصينائية لما تشندروف بدأ يدرس المخطوطة الصينائية اكتشف انه ممكن يكون فيه اربع نساخ اشتركوا في العمل ده مش واحد بس واتوزع اليوم العمل زي النهاردة لما ينجي نترجم كتار مؤدس ما فيش واحد بيقعد زي زمان يعني كان ممكن لوثر يقعد يترجم كتار مؤدس وعمل كده فعلا ترجمه من لغته الاصلية العبري واليوناني ترجمه الى الالماني ومعروفة ترجمة لوثر الى يومنا هذا لكن لما النهاردة بنعمل ترجمة لكتار مؤدس بيشترك فيها متخصصين في مجالات مختلفة بالعهد القديم في العهد الجديد الى اخره في اللغات كذا واحد بيشترك فيه المخطوط في الترجمة المخطوطة دي غالبا ده بحث تشندروف قد يكون صح وقد يكون غلط لكن هو على دراسه المخطوطة بيقول انه على الاقل اشترك فيها اربع نساخ كويس بعض العلماء الاخرين اللي درسوا المخطوطة بقى زي مين اند سكيت درسوا المخطوطة دي بتفاصيلها وهم علماء معروفين جدا في تاريخ علم المخطوطات اليونانية قالوا لا المخطوطة دي اشترك فيها تلات نساخ بس وسموهم اي بي ان دي كويس النسخ الاول كتب الاصفار التاريخية والاصفار الشعرية للعهد القديم وكتب معاها اغلب العهد الجديد الكاتب التاني كتب الاصفار النبوية ورسالة الراعي هرماس الكاتب التالت كتب المزامير وطبية ويهوزة ومكابيين الرابع كويس ومن دراستنا من دراست منت وسكايت من دراستهم للمخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية قالوا انه الكاتب بتاع او الناسخ اللي هو كتب المزامير هو نفسه اللي كتب جزء من المخطوطة الفاتيكانية وده بيقول لنا انه ممكن الاتنين يكونوا تكتبوا في وقت واحد اين توجد اليوم المخطوطة السينائية مخطوطة السينائية اغلبها يوجد في المتحف البريطاني بلندن عندنا في المتحف البريطاني في لندن عندنا تلتمية سبعة واربعين ليفز اللي هي ورقة اللي هي بتبقى وش وضهر فبالتالي عندنا ستمية اربعة وتسعين صفحة من المخطوطة السينائية ولو دخلت على جوجل او على اليوتيوب وكتبت المخطوطة السينائية هجيب لك من ضمن الفيديوهات امين المكتبة وهو بيشيلها من الباكس اللي هي فيه وبيفتحها وبيوديك حجمها شكله ازاي على فكرة الحاجات دي الحاجات دي النهاردة بيبقى عليها نوع من السيكيوريتي والامان غير عادي يعني انا لا اريد ان او التأمين لا اريد ان انا اخذكم لكن معروف ان مثلا دير سانت كاترين يعتبر من الاديرة اللي فيها كنوز من المخطوطات طب ايفرد لو قامت حريقة في المكتبة انها طفيها كنت في مرة قريبة مع دانيل والاس وهو معروف طبعا في مخطوطات العهد جديد ونزل مصر كتير وصور كل المخطوطات ديجيتالايزد يعني المخطوطات اللي موجودة في دير سانت كاترين وكان بيقول ان النظام اللي مخطوط للحريقة ممكن يموت اللي في المكتبة لكن يحافظ على المخطوطات مش ينزل مية ولا فوم يعني احنا عندنا هنا مثلا في الستوديو اذا حاجة حصلت هتلاقي فيه مية وفوم نزل يطف الحريقة وده في البيوت والفنادق وإلى آخره لكن في المكتبة النزام والمكتبات دي النزام اللي موجود للتطفية الحريقة مش ينزل مية لانه هيبوز الكتب انه يشفط الاكسوجين وانسى انه قامت حريقة الاكسوجين اللي في القوضة كله يتشفط فبالتالي النار تطفي طب والناس لا المخطوطة اهم الناس هيجوا هيجوا بدلهم كتير لكن المخطوطة مش هتتكرر دي المخطوطات it's treasure it's cans غالي جدا كمان قلنا زي ما قلنا الجزء كبير موجود في لندن طبعا الحاجات دي ملك مصر بس اوقاتك اقول انه ياريتها كانت تبقى في مصر واوقات اقول يمكن لو كانت في مصر كانت تبهدلت كانت تتسرعت كانت تتحرقت زي ما حاجات كتيرة للأسف ضاعت وتسرعت فيه 43 ورقة موجودة او يعني 86 و 80 صفحة موجودة في جامعة ليكسينج بالمانيا ودي الجامعة اللي هي تبع تشندروف يعني الاكتشف المخطوط دي الجامعة دي بتاعته كويس هي و 8 ورقات او 12 صفحة موجودة في المتحف الوطني الروسي بسانت كاترين بسانت بيتسبيرج والباقي 12 ورقة مع بعض القصصات موجودة في دير سانت كاترين بسينا اهمية المخطوطة ايه اهميتها طبعا بتطور المخطوطة الصينائية شاهد بنسميها ويتنس مهم جدا للنص اليوناني وللنص السبعيني كويس فهي في النص العهد القديم هي هي الترجمة السبعينية لكن في نص العهد جديد هو النص اليوناني وانا نهارد اقدر اقارن ما بين النص اليوناني اللي عندي او الترجمة العربية اللي عندي والنص الترجمة السينائية وانا هتكلم عن الاختلافات انا مش خايف ان احنا نتكلم عن الاختلافات هنتكلم عنها ونتكلم عن تفاصيلها وانا نتكلم عن محتواها في الحلقات اللي جاية اذا اعطانا الرب عمر ووقت اذا تأنى فيما جيه يوجد اختلافات بين المخطوطة السينائية والفاتيكانية والاسكندرية طبعا وسوف نتحدث عن هذه الاختلافات وطبيعتها في حلقات قادمة كويس وانا عايزة طمينكو بس من هنا حتى بارت ايرمان بشهادة بارت ايرمان وكل الكارهين للكتاب المقدس وكل الناقدين للكتاب المقدس هذه الاختلافات لا تؤثر على العقيدة المسيحية من قريب ومن بعيد بل اكتر من 98% من هذه الاختلافات هي اختلافات استهجائية سبيلينج لا تتعدى هذا العمر اجي بسرعة انا عارف ان الوقت بتاعنا يعني فات بسرعة لكن المخطوط الفاتيكانية والمخطوط الفاتيكانية هي اللي ورايا الجزء اللي موجود ورايا ده في المخطوط الفاتيكانية دول صفحتين كويس يعني انا موجود في النص شايفين النص الفارق النص ده دول صفحتين او لما بفتح هنا المخطوطة دي صفحة رقم اتنين في المخطوطة يعني دي صفحة اتنين ولو بصينا تحت خالص هنا تحت بنجد انه كتب لي صفحة اتنين وفوق بيحط رقم الصفحة بس الرقم الصفحة بتحط حرف من الحروف لانه ما كانش اه لكن المخطوطة دي او الصفحة دي بتبدأ بمتى اصحاح واحد من عدد اتنين وعشرين كويس لكي يتم ما قيلة بالنبي انه يدعى اسمه عمانويل كويس ده الجزء اللي بتبدأ بيه انه انه الصفحة رقم اتنين دول صفحتين ودول صفحتين وزي ما قلت الاختلاف ما بين المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية انه السينائية كانوا اربع كولمز اربع عمدان الفاتيكانية تلاتة عمدان كويس ولو جينا من ناحية الدقة والجمال الدقة والجمال نجد الفاتيكانية تتفوق على السينائية يعني النص الفاتيكاني من حيث دقة الناسخ يعني النص الصينائي فيه بنشوف أوقات الناسخ مش دقيق أوي وهو بينسخ كويس في بعض الأخطاء لكن توجينا للنص الفاتيكاني النص الفاتيكاني يعتبر أعلى من حيث الدقة والتدقيق والجمال في الكتابة المخطوطة دي بنسميها بالحرف البي وبعض العلماء المتخصصين في النقد النصي بيطلقوا عليها زي نيسل ألن بيطلق عليها أيضا أوي ثري كويس تتفق مع المخطوطة الصينائية أو تتفوق على المخطوطة الصينائية في الدقة والجمال تحتوي على أغلب العهد القديم فيما عدا بعض الأجزاء زي ما موجود قدام حضراتكم منها تكوين واحد عدد واحد إلى تكوين 46 ده نص كبير مش موجود فيها قد يكون لأنه بداية المخطوطة وطبعا وسائل أو الاستخدام وضوعة أول الأوراق ده ممكن يكون كل شيء وارد كمان مش موجود فيها سمويل الثاني من 2 إلى 7 ومزمور 106 إلى مزمور 138 ده مش موجود فيها في العهد القديم لكن كل العهد القديم موجود فيها أما العهد الجديد فينقصه العبرانين كويس العبرانين 9 العبرانين من 1 إلى 9 عدد 13 موجود لكن من 9 عدد 14 وحتى 13 عدد 25 مش موجود كمان بينقصه الرسائل الرعوية لما قول رسائل الرعوية رسائل اللي بتختص به الأمور الرعوية زي تيموساوس الأولى وتيموساوس الثانية وتيتوس وفليمون وبينقصه كمان سفر الرؤية يتبع العهد الجديد الترتيب التالي بنجد الأنجيل 4 الرسائل العامة ثم الرسائل بوليس والعبرانين الإنجيل هنا تتفق الأنجيل بالكامل مع مخطوطة بودمر يعني لما أفتح متى هنا كويس في المخطوطة الفاتيكانية وأرجع إلى مخطوطة قبلها بتعود إلى نهاية القرن الثاني أو بداية القرن الثالث اللي هي مخطوطة بودمر كويس اللي هي بنسميها بي خمسة وسبعين لإنجيل لؤة أو بي خمسة وسبعين لإنجيل يوحنة بنجد أنه أنه هناك اتفاق وكأن الكاتب الفاتيكاني المخطوطة الفاتيكانية نقل من مخطوطة موجودة عندنا سابقة يعني ما اخترعش من دماغه زي ما البعض بيقول كويس تعود المخطوطة الفاتيكانية لقرن الرابع الميلادي إلى سنة 350 سوري وتتكون في الأصل من 820 ورقة يعني بتتكون لأنها عدد الكولمز أو عدد الأعمدة أقل فبالتالي بتاخد أوراق أكتر من صفحة العرب وفيها بتكون من 1640 صفحة إلى آخر المخطوطة دي مهمة زي ما قلت جدا ومهمة لدراستنا للكتاب أنا عايز أقوله أنا كان نفسي عندي وقت أكمل كمان عن المخطوطة الصينية لكن ممكن الحلقات اللي جاية أنه هذه العهد الجديد موجود عندنا والعهد القديم موجود ومن يدعي أنه الكنيسة اخترعت اخترعت الأصفار وإلى آخره وقررت قانونية الأصفار هذا الكلام غير حقي زي ما قلت في البداية لا يوجد كتاب على وجه الأرض له هذا الكم الهائل من المخطوطات كالكتاب المقدس قد يضيع الأصل وقد ضعه لكن النص الأصلي لا يضيع لأنه موجود منه في كل كل المخطوطات هنكمل مع بعض الحلقات اللي جاية وهندرس مع بعض الاختلافات وندرس مع بعض الاختلافات بالتفصيل وأتمنى أنه هذه الدراسة تكون سبب بركة لنا وتثبيت أننا عارفين إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف أو كلمة من المكتوب نلتقي في حلقة جديدة سلام الرب يكون معكم